خلي الطالب النهاردة متوتر إنه هو مش عارف هيمتحن إزاي الحاجة التانية طبعا فيه سيد الوزير طارق شوئي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعني له تصريحات يعني وضعه ما هو المشكلة في التصريحات إحنا أنا كنت أتمنى طبعا يطلع في مؤتمر صحفي محدد ونتكلم على النظام الامتحان إحنا خلاص قدامنا شهر تمام فالطالب برضو محتاج أنا لما بكون داخل مسابقة السماع العمدي زي المارسون أنا محتاج للأول أبقى أعرف المعايير اللي أنا على سهاقها تم تقييمي فأنا هعمل امتحان شكله إيه هل هيبقى الامتحان إلكتروني هل هيبقى مختلط ما بين إلكتروني وما بين النظام البابلشيت اللي قال علي دولة طرشة وأخيرا طب يعني فهله هو هيبقى يعني ما بين الاتنين يعني هو المعلوماتي إنه هو هيبقى هو آخر تصريعي قالك إن إحنا في مدارس هيبقى الامتحان فيها إلكتروني بحت من خلال التابلت وفي مدارس تانية اللي إحنا شكين إنه ممكن يحصل مشكلة أثناء الامتحان الإلكتروني هنسلم الطالب نفس الامتحان ورقي وهنسلمه معاه اللي هو البابلشيت يعني بقى الامتحان موجود في ورقة في الأسئلة وبعدين في معاه زي ورقة لا مالش نوضح النقطة آه يعني يعني بعض المدارس آه طب بعض المدارس دي بيتم اختيارها على أي أساس ما دي بقى دي رجعة دي رجعة للوزارة هي اللي بتحدد بتحدد المدارس معيانة الامتحان كله إلكتروني هو الامتحانات التجربية اللي تمت من فترة الأخيرة لسه منتهية آه كان الهدف منها اختبار السيستم كويس وطبعا الكلام ده مش أول سنة يعني إحنا بقى أنه النهاردة 3 سنين بيتم اختبار السيستم واضرب كل سنة في 2 لكل سنة أولى يعني الموضوع تجرب كتير والثبت في النهاية إن السيستم فيه مشكلة وبيسقط ما بيكتملش ووي إلى ذلك فالخلاص نعملها من خلال السيرفرات اللي موجودة داخل المدارس يعني حراك لو أنت عندك في البيت في عندك انترنت ففيه أنت عندك فيه ريسيفر بيستقبل مثلا أو عندك اللي هو المودم اللي أنت جايبه بيستقبل في حاجة زي كده موجودة في المدارس بيحسن من خلال المودم ده هو بيتم الاتصال ما بين الطالب عن طريق التابلت بتاعه بين الجهاز اللي هو يسجع عليه بالزبط كذلك يعني لو مدرسة متوفر فيها الإمكانيات بيحسن متوفر فيها الإمكانيات ويتأكد مية في المية أنها تشتغل معاه لأنه من خلال التجربة برضو لما تعاملت داخل المدارس خارج السيستم بقى بالنظام المودم اللي قلت حرك عليه برضو في بعض التابلت حصل فيها مشكلة يعني فيه طلبة الامتحان ما فتحش معهم من أول امتحان وانتعافي امتحان اللي هو إلكتروني امتحان وقتي يعني أنا جست إن أنا بدأت الامتحان بخلص فيه توقيت محدد فممكن الطالب يفتح معاه الامتحان في آخر وقت فبالتالي ملحقش يبعت الإيجاب يعني ملحقش خلوة في الامتحان فهم الكلام اللي خرج عن تصريح دكتورة طالع شاوئي إن أنا يعني هعمل خليب بين الاتنين وانا اللي أنا شايفه أنا يعني أعتقد ذلك يعني أنا أقول ده اعتقاد إنه هو هيتم هذا الكلام على مستوى الجمهورية كلها اللي برضو للألأ من مسألة إن ممكن السيستم بتاع المدارس الداخل يقع ده اعتقاد ودي نصيحة برضو نصيحة برضو يعني أنا أقول حركة يا رشدة ليهم بقى يعني برضو للأمان لأن النهاردة لو في طالب ما فتحش معاه السيستم الداخلي هتبقى مشكلة طبع هتبقى مشكلة يعني لو طالب واحد بنتكلم في 650 ألف أو أكتر لو طالب واحد ما فتحش معاه السيستم الإلكتروني ده بقى في مشكلة هحلها إزاي السنوات اللي فاتت كان بيحلها إزاي بقول لك خلاص إحنا اعتبرناك ناجح هي كانت مجرد تجربة هي تجربة آه لكن السنة دي دي سنة مصيرية هتعمل فيها إيه؟ هتمتحن الطالب تاني لكن أنا أنا عندي ثقة في القيادة السياسية أنا آسف حاطة حضرتك أنا بس عايزة أكمل الجملة دي مهتمة كمل الجملة آه يعني أنا عندي ثقة عشان أطم الأولاد أنا عندي ثقة إن القيادة السياسية وقت ما هتلاقي الموضوع فيه مشكلة أعتقد أن هي بقى عنده الحل أكيد طبعا يا فن معنا اتصال الأستاذ مصطفى من القيارة أستاذ مصطفى لما عليكم عليكم السلامة تفضل فن أحضرتك لوقت المتحانات لو واحد مثال محلش على التابلت كويس معاك يا فن محلش على التابلت كويس آه محلش على التابلت كويس وخيئت أي لحال شكرا جزيلا أنا أستاذ مصطفى محلش على التابلت كويس ما هو عشان كده هو التصريح الأخير قالك أنا هسلمه الأثنين هسلمه الورقي واهسلمه يعني يشتغل على التابلت ويشتغل على الورقي لو ده أفل معاه ده في بعض المدارس ما هو ده الكلام ما هنبقى الحركة هو المشكلة إن فيه غموط في التصريحات أنا أتمنى من الدكتورة الإشاوي إنه هو الإسبوع ده يقرر بالضبط هيعمل إيه يا إما هعملوا بابلشيت يا إما هعملوا عن طريق التابلت ولو هنا ده فيها مخاطرة يعني على التابلت فيها مخاطرة إن فعلا ممكن إنه ممكن سيرفرات تسأل في بعض المدارس طبعا حتى ما هو ده اللحصة في التجربة يعني إحنا لازم برضو نتكلم يعني بواقع بالضبط كده يعني إحنا لازم نعترف إنه يعني المستوى جودة السيرفرات والإنترنت مش واحد في كل مناطق الجمهورية ما هوش بنفس الكفاءة في نفس كل مناطق الجمهورية أكيد فيه محافظة من المحافظات إنه تفهمش هيبقى قوي ده بالنسبة حركة للسيستم لا اللي هو السيستم العام اللي بيفتح عن طريق الوزارة ده محتاج نت لكن الدخلي ده بيعتمد على إنه حاجة زي المدم حاجة زي المدم موجودة داخل المدرس داخل المدرس بس برضي بيحصل فيها مشاكل يعني الاختبار التجريبي اللي يتعامل ده ثبت إن فيه بعض ما يحصل فيها مشكلة عرم إنه هو استعمل السيستم الداخلي فأنا يعني إذن هنا هتبقى مخطرة هم بيتكلم مع السماء عامة مخطرة لو استخدم بس التابلت بالضبط فأنا شايف إنه هو يعني نستقر يا إما ورقي يا إما تابلت والأفضل أنا شايف الأفضل إنه يبقى ورقي